بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت اقتراحت ان احنا عندنا في الوطن العربي يبقى عندنا منظمات زي منظمات البيئة ام اي وزي الليد وزي المنظمات المسؤولة عن ازاش اداية خاصة بالبيم. والفكرة كلها ان احنا بندفع مبارك كبير جدا هما برعوش فرق العملة فبتلاقي ان انت عشان تاخد شهادة متطرد انت تحوش مرتبك اقتربع شهور وده ظلم مفروض يراعه الموضوع دوت. وزايد ان انت بتدفع فلوس كتير جدا دول العربية تفع فلوس كتير جدا للغرب. فليه احنا ما بقاش عندنا منظمات زي كده. وبقى فيه اشافية فيها وبقى فيه اه مصارحة احنا جمعنا فلوس قد كده وصرفناها في كده. والمنظمات الغربية دي بتكسب كتير جدا جدا فوق الوصف. هي مفروض انها منظمة غير هادفة للربح. بس لما بص على السمارات اللي فيها. والفلوس اللي فيها بتلاقي انه مبلغ كبير. فاحنا ممكن نعمل حاجة زي كده. ونعمل الشراكات ربع الشراكات اللي هناك. ونعمل الشهادات بتلت او تمن الفلوس اللي بتفعها برا. وعلى اقل الفلوس ديت هتبقى مرتبات للناس اللي شغالة وكلهم هيبقوا عرب وهيبقى ده افضل لنا بدل ما الفلوس بتاجر برا البلد. فليه ما نعملش حاجة كده. ليه ما ما لا ينقصنا الكفاءات يعني. فيه ناس بتشارك في المنظمات دية عرب. ليه ما نعملش الموضوع ده في البادة العربية. ففيه اه شخص مشكور جواب اجابة جميلة. الموضوع بتلخص في ان العلم اصلا خاص بيهم. ما فيش حد عندنا اختراع علم زي ادارة المشاريع. اه لمنظمة البيم ماوي. مثلا انه بالتالي صاحب العلم بتحكم جدا في كل اختيارات. وانا على نفس اتمنى اكون في مجموعة ومنظمة رائدة زي فكرة حضرتك. اه طيب خلينا نقول ان اه لو احنا نتكلم مثلا عن اه ادارة المشروعات. فادارة المشروعات بش خاصة بالغرب. هو بس اديها اه شكل وادها اسامي. تمام? وإلا الهرم الاكبر ده تبنا ازاي ما اكيد الناس دي كان عندها علم ادارة مشروعات. تمام? في مشاريع كبيرة جدا اتعملت في بلادنا العربية. ولا يمكن كانت تتبني من غير علم ادارة المشروعات. واحنا عملنا مشروع ضخمة جدا زي سادة عالي وعملنا في كل الدول العربية اه مشاريع رائدة. وعندنا ناس كتيرة فهمة العلم دوت. ولو اه ناس اللي هي خدت شهادات البي ام بي وخدت شهادات الاكبر من كده. اه ما تقدرش تعمل منك زي الادارة المشاريع اللي عملها البي ام ماي. فمعنى كده ان شهادات دي منها شلازمة. خلنا نتكلم بصراحة. اه نشايف الناس كلها عملها تدرس وعملها تدي كورسات وابتاخدوا شهادات اكبر مكابة كتير وبيدفع مبالغ كبير جدا. طب ليه ما يبقاش فيه اه تجمع ويبقى الناس مسؤولة ويبقى فيه اشراف ويبقى فيه اه شفافية. الموضوع هيفسد لو اه الناس بدأت تستغل الموضوع وتكسب فلوس منها اه ويبقى فيها موضوع ربحي. لا يبقى فيه نظام ويبقى فيه اه مرتبات للناس العاملة. بالحلال يعني مش مش افترة وبش بنفس الوقت هنقول لهم اتبرع بوقتك وكل حاجة. تمام? اه لو كلامنا مسلا عن نظام الليد فمعروف ان كل المباني اللي اتبانت قبل كده كانت بتتبع الليد. تمام? حتى قبل ما يبقى فيه حاسمها ليد. تمام? وفيه هتلاقي منظمات كتيرة جدا اه في دول كتيرة غير امريكا اه عاملة حاجة خاصة بالبادارة المشروعات خاصة بيها. ما بتطلعش اسرارها برا البلد. اه لا فيه هيئة مسؤولة انها بتطلعشهادات. واقوى من البي امي بي واقوى من البي امي اي. وكزلك في في اه السستانيباليتي او الاستدامة او المباني الخضراء. ففي دول كتيرة جدا عاملة نظام خاصة بيها. وبتبدأ تطور وتلاقي مختلف تماما عن الليد. مش لازم يبقى زي الليد. ما هو الليد كل سنة كل فترة بتغير. وكزلك البي امي بي بيقولك حين سالنا فاتك كان الظهار فات. قلنا كزا 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 وكشفنا الكلام اه غلط وفيه كلام افضل. وتلاقي اللي الظهار اللي بعد كده كتب الافضل. تمام? فنفيش حاسمها لا هو ده الصحة والتاع لا ممكن يبقى لك نظام مختلف عن النظام اللي موجود. مش لازم تكون انت تحت اشرافه. وهتلاقي اه في كزا مجال الايزو ممكن تلاقي هيئات كترة جدا حول العالم. اللي هتتتبع الايزو الاساسي واللي هتتبع خاصة بيها. اه الكود البريطاني. بش كل الدول متابعة كود البريطاني. تمام? في دول كتيرة جدا. زي سناغفورة عملت كود خاصة بيها. اه تشيك فينلندا. اه كل دولة عملت كود خاصة بيها. وهيئة خاصة بيها مشرفة على الموضوع دوت. تمام? فالموضوع ما شاء الله يعني بيش محكوم بان حاجة معمولة فالناس كلها تمشي عليها. انت حتى مسلا بسيط الحرب العصابات يعني انا كنت بكر كتاب في حرب العصابات. فقال لك حرب العصابات ده نشأ في حرب فتنة مو بدأ. كان مغلط ده ده نشأ من اول التاريخ من ايام العصاب الحجرية كان في حرب عصابات مدام بجيش كبير. بهجم واهرب وكده وهتلاف طول التاريخ موجود. فمن فيش حاسمها اخترع الحاجة ده الوقتي هو نظم او او تسمى اسامي او بدأ تحليل او بدأ تنظيم. واحنا ممكن نقدر نعمل نفس الخطوات ديات. وعندنا الكفاءات دي ما شاء الله في البيئات العربية. واسام كبيرة واسام مشهورة. ممكن المؤتمر درسة المشاريع. اه شوفنا ناس عمالقة جدا في الموضوع وكلام كلام كبير جدا. فنتمنى ان هما يتبنوا حاجة زي كده. ونتمنى ان احنا نشوف الموضوع دوت موجود. ونتمنى حد يتمنى الفكرة ويبدأ يعملها في اي بلد ويبدأ تنتشر في البيئة العربية وتبقى فيه هيئة جامعة بين الدولة العربية كلها. وحتى ممكن يكون في كل بلد عربي اه حاجة مستقلة. بس بترجع للمؤسسة الكبيرة. بحيس انها تستفاد من تجارب كل الاعضاء. الفكرة موجودة وممكن تكون بسيطة بس انتظر بالناس الافاضل انها تطور فيها وتعملها حكوة بازن الله.